مجزنا لأهم الأنباء أهلا بكم استشهدت صحفية وطفلها وأصيب زوجها بانفجار عبوة ناسفة استادفت سيرتهما في العاصمة المعقة عدن وقالت مصادر محليا لأعلامية رشا عبدالله استشهدت هي وطفلها وأصيب زوجها المصور الصحفي محمود العتمي بإصابة بالغة وأوضح شهود عيان أن عبوة ناسفة انفجرت في سيارة بخط ساحل أبيان بالقرب من استراحة النفط وسمع دوي انفجار في أنحاء متفرقة من مدرية خور مكسر وجه رئيس الوزراء معين عبدالبلك لجنة الأمنية في عدن بالتحقيق في الجريمة الإرهابية وتعزيز اليقظات الأمنية جاء ذلك خلال اطلاعه من محافظ عدن ومدير الأمن على المعلومات الأولية حول العملية الإرهابية التي أودت بحياة الصحفية رشا عبدالله وأصابت زوجها الصحفي محمود العتمي بجروح خطيرة إثر عبوة ناسفة زرعت في سيارتهما هذا واتهم المجلس الانتقالي الجنوبي الحكومة الشرعية بتعطيل استكمال تنفيذ اتفاق الرياض وتسليم المناطق لميليشيا الحثي في تصعيد جديد ضد الحكومة وقال المجلس خلال اجتماع لهيئة رئاسته برئاسة عيد الروس الزبيدي إنه بعد عامين من توقيع اتفاق الرياض لا تزال الحكومة تعطل استكمال تنفيذ بنود الاتفاق هذا وحمل الانتقال الحكومة مسؤولية التدهور المتسارع في الأوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية وتنام نشاط الجماعات الإرهابية وعودة الاغتيالات دعا رئيس مجلس النواب سلطان البركاني المبعوث الأممي إلى اليمن جروندبرغ لنقل صورة واضحة عن حجم المعاناة التي تعيشها تعز وبقية المحافظات نتيجة حرب ميليشيا الحثي جاد لك خلال مداخلته عبر اتصال هاتفي في اجتماع ضم عددا من أعضاء المجلس مع المبعوث الأممي بمدينة التربة وأشار رئيس مجلس النواب إلى القصف العشوائي الممنهج للأحياء السكنية وسقوط آلاف الضحايا من المدنيين وتعمد الميليشيا إغلاق الطرق الرئيسية للمحافظة دع وزير الخارجية أحمد بن مبارك إلى مضاعفة العمل الإنساني في مأرب لموجهة موجات النزوح الجديدة ومساعدة ضحايا الاستهداف الحوثي جاد ذلك خلال لقائه رئيسة بعثة لجنة الدولية للصليب الأحمر لدى اليمن في عدد لبحث وضع النازحين في مأرب هذا وكانت الحكومة قد حذرت من مأساة إنسانية وشيكة جراء تزايد موجات النزوح الثانية والثالثة لألاف الأسر في مدرية رحبة والجوبة وحريب جنوب مأرب ومدرية بيحان وعين وعسيلان في شبوة جراء تصعيد الميليشيا نهاية المرجز في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر